رسائل المشاهدين له الاسبوع منبداها مع ابين بنت سميرة زوجة صلاح ابن حميدة بشكل عام بدأت تغير على رواند او سكايلة سكايلة اكيد سكايلة ازبط انا فضل سكايلة لانه هيدا بيجي عنوان بيجي في شهرة وبيجي في ميل لقدامه ويعني فيلم معي فيه انا بفتكر وهذا الاسم يعني لامع متل ما بقوله ازا عم تقولي شوف الفرق بيناتهم روان متل كأنك عم تقولي رائدة الفضاء او شي يعني جي هيك بس هون سكايلة كأنك عم تحكي عن السكاي بس انت بتنسحيها تغير اسمها ولا لا اكيد لانه اسمها ابدا انا شايفته عندي هون ايفين ايفين بنت سميرة اي اكيد ايفين حرف الفا استعملوا للسحر حكيت فيه انا كثير وحرف الفا ما فيه بالأبجد هواس حتى بالحرف الابنسلية ما في حرف الفا في حرف الفا يعني منين جابولي هدا الحرف عم تكيف على بالاجنبي في حرف الفا يعني اسماء اجنبية فيه طب هدا منين جابولي هدا الحرف يعني انا عملت دوخني اوكي حسب انا كان عندي معلومات عنه انه هدا بيشتغله في حرف يوناني بيشغل عليه السحر ولكن حبيت اعرف اكتر عن معلومات القديمة من ايام جدة دوخني هدا الحرف بيستعملوا لاشياء كتير فحرف الفا طلعوا منا بالمرة لانه نحس اكيد على صلاح كتير منيع وادمية وانتي اقوى منهم شو بتختار اسم سكايلة نور حامل ببنت شو بتسميها باتول او ريحانة ريحانة عنا ريميو احمد اسم مستعار ريميو احمد اسم مستعار بس كمان اسمك مش منيع واسم امك ابدا مش منيع هدا اخر واحد بفوت على الجنة بيسموه هدا اسم امك وكي بقولو هو الخبر عندو لش فت اخر واحد على الجنة فبتطلع على اسم روان او بتطلع على اسم عزيزة حلو اسم عزيزة وعزيزة على اجمل واجمل بترجع للشخص اللي غادرة لا ما علاقة خلص اه هو بعد وبعد انسب امه ما بيخليه حتى ما بيشجعه انه يقطق طويته تجاهيك هنلا ما رح نفتحه نفتح الكبر البيكار طاعه باي شو بديك فيه نسرين بنت نجمية سمت بنته هدا وبنت نديها ديدي هل هو مناسب وزوجه بدي تعرف عن العمل اسمه جميل ابن هودا اسم ستة ابيا طيب انا ما بفضل طب ليش بتعملو هيك بالبنات يعني اشوف ام زوجي كيف عاني ما في اعزم من الولد من دينة امك حبيبتك عينك وهيدا هي الامة لازم تقبل يعني اذا كانت عايش ما لازم تقبل او متوفايا يمكن نسمع اسم الامة يبقى بتداول هيدا الاسم بالبيت مثلا بس لو هيدا بس البنة حرام بتطلع معذبة يعني ديدي شو ديدي ما بيعملك شي هاي غنيك ديدي واي هنطلع من اللي بيغنيها شو اسمه عبدالقادر ما بعرف او هو بتعمل طب شو بتعمل به هالحالة بدا تغير اسمها تطلع على هايا حرام حرام ديدي ما بيعمل له شي ما لقمنو منو بالابجد ما نبقى احف الابجدية ولا بالاسماء الابجد الاهوز ما فيه واسم حماتيك تعذبتك كتير يعني سألي زوجك ما هو شايف قده شيء متعذبك بدي يعذب بنته لا تطلع من الاسم ابدا ايناس بنت ليلى مخطوبة من محمد ابن ريم هل فيه زواج قريب لا ماخرى فيه شوية مشاكل ليش ما سألت يعذب فيه شوية مشاكل ولا لا فيه حدا بديتدخل فيكن فدايما اقري كيرا قدن دايما منقولها حتى ما يصير هيدا المشاكل لانه نعطيتك مشاكل كتير حبيبتك اشتركوا في القناة